أسعد الأوقاتكم مع أعزائي المشاهدين اليوم العظمى سجلت في مدينة الكويت 44 درجة مئوية وفي مطار الكويت الدولي 47 درجة مئوية والسواحل من الأحمد إلي تقريبا السالمية تراوحت ما بين 38 إلى 39 درجة مئوية وأقل درجات الحرارة كانت في جزرنا الجنوبية من 35 إلى 37 درجة مئوية لكن الرطوبة كانت مرتفعة في الجزر نتعرف على أجواننا أكثر حاليا رياحنا شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة معتدلت سرعة تقريبا من 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة أجوان أصافية درجة الحرارة حاليا 40 درجة مئوية الرطوبة النسبية 13% الرؤية الأفقية ممتازة أكثر من 10 كيلومتر صور الأقمار الصناعية بين السماء خالية من السحب الوضعية هذه ستستمر ويانا لفترة إسهيل بعدها السحب ستبدأ بالتزايد تدريجيا وتبدأ بالظهور في السماء لكن فترة هذه ستكون سماء نصافية وليس على الكويت على أغلب المناطق في الجزيرة العربية تأثير منخفض الجوي مستمر ويانا والرياح الشمالي الغربية رح تكون موجودة ويانا وراح تتراجع سرعتها بشكل ملحوظ باشر وعقب باشر وتتحول إلى متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر لكن رح تنشط بعد ذلك تدريجيا في الأيام القادمة وراح يكون هناك فرص الغبار خاصة مناطق الصحراوية والمكشوفة إلى الرياح رح تكون شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة مثل ما قلنا من 10 إلى 38 كيلومتر في الساعة كحد أقصى والبحر رح يكون من 10 إلى 5 قدم تقريبا البحر رح يكون نشاط في الهوى أكثر على البحر لكن على المناطق اليابسة الرياح رح تكون خفيفة أكثر درجات الحرارة تتراوح ما بين 34 درجة مئوية إلى 31 درجة مئوية كأقل درجة في غرب الكويت في الشقاية والسالمي أجواءنا مستقرة حارة سما صافية الوضعية هذه رح تستمر ويانا حتى يوم الغد السما الصافية رح تكون ملحوظة أيضا خلال الأيام القادمة والفترة القادمة ودرجات حرارة بعد الساعة الثلاث تتراوح ما بين 45 إلى 44 درجة مئوية لكن خلال فترة الظهيرة أو الذروة تتراوح درجات الحرارة ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية في أغلب المناطق باستثناء الجزر تكون أقل من ذلك وأيضا المناطق الساحلية تكون درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 40 إلى 42 درجة مئوية والجزر تكون في الثلاثينات تتراوح ما بين 35 إلى 37 وأقلها مثل ما قلنا في الجزر الجنوبي الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تقريبا تتراوح سرعتها ما بين العشرة إلى الثلاثين كيلو متر في الساعة وتتراجع أكثر مع ساعات المساء البحر سيكون خفيف إلى معتدل الموج أيضا سيكون من واحد لأربع قدم مساء راح تكون درجات الحرارة حول الثمانية واربعين درجة مئوية أجواء حارة الساعة تسع درجات الحرارة تفعت ورح تستمر ويانا درجات الحرارة خاصة خلال فترة المساء تكون الأجواء حارة نسبيا 38 إلى 40 درجة مئوية لكن البحر درجات الحرارة أو في المناطق القريبة من الساحر رح تكون أكثر لطفا وتكون تقريبا 37 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية وإحساس بسيط في الرطوبة رح يكون على المناطق الساحلية والرياح رح تكون متقلبة الاتجاه لنا رح تكون الرياح سرعتها من 6 إلى 26 كيلو متر في الساعة بذن الله البحر رح يكون خفيف إلى معتدل الموج مثل ما قلنا من 1 إلى 4 قدم المد الأول الساعة 35 دقيقة صباحا المد الثاني الساعة 4 و 14 دقيقة العصر والجزر الأول الساعة 10 و 55 دقيقة صباحا والجزر الثاني الساعة 11 و 33 دقيقة مساء أما المواقيت بذن الله الفير رح يكون الساعة 13 دقيقة والشروق الساعة 44 دقيقة والمغرب الساعة 6 و 49 دقيقة وباشر عدد ساعات النهار 14 ساعة وعدد ساعات الليل 10 ساعات كل ما لأن النهار قاعد يطول باقي دقيقتين ونوصل حق أطول عدد ساعات نهار سيكون بـ 21 ستة في الكويت و 22 ستة سيكون أطول عدد ساعات نهار لكن بعد ذلك ستبدأ ساعات النهار بالتراجع تدريجيا وأحد أسباب ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة زاوية سقوط أشعة الشمس التي هي حاليا 83 درجة وأيضا عدد ساعات النهار الطويل عدد ساعات النهار الطويل سيزيد عدد ساعات التسخين وهذا يجعل الحساس بالحرارة باشر بدنا للرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في أول النهار من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة تتراجع سرعتها بعد ذلك وتكون من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة تحول متقلبة الاتجاه 48 العظمى والصغرى 33 درجة مئوية حول هذه المعدلات شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه أو متقلبة الاتجاه بشكل ملحوظ في يوم الأحد في أغلب الأوقات 48 العظمى والصغرى 34 والرياح ستكون من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه أجواء حارة في يوم السبت والأحد البحر سيكون خفيف إلى معتدل من 1 إلى 4 قدم لكن ابتداء من يوم الأثنين الرياح الشمالية الغربية ستعود إلى النشاط مجددا و ستكون سرعتها من 20 إلى 45 كم في الساعة و تستمر ويانا يوم الأثنين والثلاثة والأربعة و فرص الغبار خاصة على المناطق الصحراوية و المكشوفة و فيه فرص أيضا لتراجع الرؤية الوفقية في المناطق الصحراوية و المكشوفة خاصة في يوم الثلاثة مع التراجع بسيط في درجات الحرارة يوم الثلاثة والثلاثة 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 والثلاث إلى يوم الأربعة نشاط منحوظ في رياح البوارح درجات الحرارة مستمر ويانه والأجواء الحارة أيضاً مستمر وفصل الصيف نشرت أن الجوية تنتهي ولكن بعد درجات الحرارة للعواصم والمدن حول العالم اشتركوا في القناة